جيبي مشطاء وجيكس رقيق ويلا تشوفي اشنا ممكن تديري بيهم اليوم ما اجبت لكم مجموعة من المنتوجات او المنظفات اللي رائعة وعندها فعالية كبيرة ان شاء الله غادي تشوفوا معي النتيجة فتنظيف الحمام باسهل طريقة بدون مجهود وبدون عناء فيديو اليوم على قناتكم مرسو الطبخ كنت امنى ان شاء الله الفيديو يجبكم لكن اول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم لا تردوش تشاركوا فيها فعلوا جرس تنبيهات وبتنسوش تخليوا ليه لايك باش تشجعوني ويالله نبتاو على بركتي الله اليوم غادي نشارك معكم هاد المنظفات اللي غادي نستعمل في تنظيف الحمام اعزكم الله فبزاف ديال اخوات كيانيوا من هاد المشكل هادا فاول منتوج غا نشارك معكم اللي هو هاد جيل منظف ومطهر للمركة دياله اوني وهو ماشي اوني ديال وانما هادا منظف خاص بزاف ديال الاستعمالات فمنظيم الاستعمالة دياله هو التنظيف والتعقيم ديال الحمام فكندير كمية منه في الفورشات الخاصة بمقعد الحمام اعزكم الله وكن نغسل به المقعد ديال الحمام فاكي يرجعوا نقي وكي يشعلوا دوكل الاوساخ والاسفرار وغيرها فكتختفي تماما بالنسبة للمنظف التاني نشارك معكم هو هادا اباسي كيتباع فبيم صراحة نرائه جدا جدا الحمامات فقط كتبخه وكتمسحه يعني ما كانش عنا او لا تعب فكننظف به هاد الجواني به هادو كذلك الغيطة ومكان ديال لاشاس وكلشي فغير كترشو كتخلي واحد خمسة ديال دقايق من بعد كتتمسحه كيخلي واحد الريحة اللي يزوينه وكذلك يعقم وكننظف وكيزول جميع الاوساخ اللي كتكون في مقعد الحمام أعزكم الله فهذا المنتج هذا رائع جدا يلقيتوه غير خوده شوية ريحة ديال مجهده ولكن راه فعال جدا فقط استعملوا الكمام اليالكم وكيعدوا حد نتيجة اللي رائعة صراحة كما كتشوفون نظافة ولا اروع سنتظروا لتنظيف المرآت سنتظر لكم حد طريقة اللي رائعة اللي سنتظف لكم مرآت بدون ماء وستغلوا هاد الاثر كلها فكنحتاجوا فقط مشتادي الشعر او لبروسة والجيكس الرقيق او لهذا السلك الناعم هذا كنحاولو نتبتوه على المشت كنحاولو ندخله هادو رؤوس ديال المشت بحال هاد شكل هذا من بعد كنعاو ننقصو الجوانب باش ياخدلينا الشكل ديال المشت بهالطريقة هذي فهذا الادات هذي غادي سهل عليكم الامور وغادي تعاونكم في التنظيف مجرد انكم تمرروها على المرآت بهالطريقة هذي فكيزولوا جميع الاوساخ والاثر ديال الاستحمام والاثر ديال الكلور كل شي فكننصحكم انكم مت تنظفوش المرآت بالماء لانها كتخسر مع الوقت وشوفوا النتيجة ما كيبقى حتى شي او يعني نقط بيضاء على المرآت فكتنظف تماما هذي ننضو نسبة للافابو او للمغسالاء فالمنظف اللي غادي انقطار حليكم هو منظف رائح وخاص بالمطبخ ولكن ممكن انكم تستعملوه حتى الحمام اللي هو ميستر بي هاد المنتوج متوفر في بيم زوين بزاف صراحة كي ننضفو كذلك يقوم كيزول جميع الاوساخ والتر الصبات واثر ديال الكلور وكل شي ما لكم الا هكذا يتديروا من واحد اهنا وتستعملوا البروصة كذلك نبليها بشوي ديال الماء وستعملها في تنظيف للافابو او لميغسالاء بها برقة هذي فكي هاد المنظف هذا صراحة زوين كثير لنقص اي حاجة بيضاء فكي ينضفو زوين في حبيبات حليك يديروا کوماج او لا كي يعاونوا صراحة على التنظيف فكيش يهل بزاف وميغي فركة خفيفة كي تحصلوا عليها نتيجة الافابو يتخنق و لا يريد أن يسلق هذا المنتج جيد خمسة دراهم خديته من الهري سترى معي نتيجة هذا الافابو يتخنق لا تدوز بسهولة لا تدوز بسهولة نستعمل هذا الافابو نستعمل هذا الافابو يتخنق فقط خمسة دراهم طريقة استعماله سهلة فقط تكبو المحتوى في الكيس و تكبو الملح و تكبو الماء يكون غليان تجعل الماء 11 دقائق من بعد نسرح و يكون دوز الماء بكل سهولة فكيزو القاعد و الأوسخ يكونوا عالقين بالداخل هذا المنظف خاص بالمطبخ ولكن سنستعمله في حاجة واحدة أخرى سميته السعم و يدير فقط 13 درهم بزوين 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 و يتبع عند الهريء رائع نتيجة سميته سميته مع الوقت سميته و سنستعمله هذا المنظف الخاص بالمطبخ ولكن سننظف بطريقة زوينة بزاف بزاف سنرشو هنا غير علاج لا ترشو على المنظف و سنرشو في المنظف و سنرشو في المنظف و من بعد مسحو به المنظف و سنرشو بزوينة و سميته و سنرشو به المنظف و سنرشو صعيد و لا تريد أن تنظف خصوصا اماكن في السيمة و من بعد فرقه مزيد و سنرشو حوض الاستحمام و مع الوقت سألشو فيه بقع صفراء في الجواني و سنرشو اللون سوف نستخدمه اوني طول سوف ندهنه و نعوده 10 دقائق بعد ذلك نعوده بها الأداة العجيبة سهل و تعاونه هذا الجيك سوف ترصب سوف يجرح بسهولة لا يجرح فهو يجرح يجرح سوف نشارك معكم هذا المنظف الخاص بالأرض سوف نرشع هذا المنتوج الو فيش سوف نجعله 1 دقائق لكي تفاعل و يجعل الكشكوشة بعد ذلك نجعله السنان لكي تفرق سوف تنظف و يجعله و يجعله فهو يجعله مالقاطع و يجعله سوف نشارك و سوف نعود و يجعله فواصل و يجعله كيف يجعله بسيط 8 درهم و غير من المحل لديه و أعطينا نتيجة و صرحة نطف فواصل كأنه جدا الصمة البيضة و لا تكتبون سوف ندخل طريقة رائعة لتعطير الحمام سوف نستعمل نسخة من الناس نسخة المنظف الأزرق نقوم باستغمس في المعطر ومعطر خرجتهم من الوقت وممكن تستخدم عن طريقة المهم هو أن تكون الضعج ومعطر يبكرون رائحة يتعاود ومعطر و اضعوه في الحمام و يتجدون رائحة جيدة و اضعت الحمام بكل سهولة فهذه المنظفات التي شاركت معكم البعض سوف تجدون بهم بحل ميستر بي و المنظف الأبيض كذلك المعطر سوف تجدونه في بيم بالنسبة لأونيتو لقيته في الهري كذلك هو ديبوشور بالنسبة لهذا المنظف هذا لقيته عند محل لبيع مواد التنظيف